الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تعليم الأطفال أداب الطعام كثير من الأهل من الوالد والولدة يعني مهتم أن يعلم أولاده وأن يحسن تربيتهم ويقول لي وتواجهني كثير من المشكلات في تعليم الطفل وفي تربيته وفي تهزيبه سيما في الأمور التي لا بد منها كأداب الطعام واليوم نعرض لهذا الأدب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكيه لنا غلام هذا الغلام هو صاحب الموقف مع رسول الله عمرو بن سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يقول عمر بن سلمة فما زالت هذه طعمتي بعد لو حللنا هذه الألفاظ البسيطة اليسيرة لو أجدنا أننا جميعا في احتياج لتعلمها وفي احتياج أن ندرك هذا المنهج في التعليم مع الأولاد وفي تربية الأولاد هذا الغلام يقول أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائدة من الموائد أو على مأدوة من مآدب الطعام وكانت يدي تطيش في الصحفة يد الطفل تتحرك في كل الإناء كما يفعل ولدي وكما يفعل ولدك يده تتحرك في كل الإناء يعني بعض الوقت من هنا والبعض الآخر من هناك والبعض الآخر من هناك لما وجد المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ أو هذا الخلل من الطفل الصغير أو من الغلام الذي هو مميز قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم يا غلام وهذه لفته ينبغي أن نتعلمها إذا ما أردت توجيه النصح لولدك إذا ما أردت توجيه النصح لطفلك فقدمي بين هذه النصيحة بأمر يحبه الولد يا غلام قل لابنك يا حبيبي قل لابنك يا حبيبي النبي يقول لهذا الغلام يا غلام سمي الله إذا أردت أن تأكل يا غلام فعليك أن تسمي الله أن تقول بسم الله قبل أن تبدأ الطعام يا غلام سمي الله الأمر الثاني من المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الغلام وكل بيمينك الأمر الثالث وكل مما يليك النبي يقول للغلام كده وحضرتك لو أنت عايز أتعلم ابنك وحضرتك لو أنت عايز أتعلم ابنك أقول لحضرتك اقتدي بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية قل لابنك يا حبيبي لما تيجي تأكل أولا عليك أن تسمي الله قل بسم الله الأمر الثاني أن تأكل بيمينك الأمر الثالث أن تأكل مما يليك أن تأكل من الطعام الذي أمامك وأن لا تمتد يدك في كل الإناء حينئذ تؤتي النصيحة ثمارها وتأتي النتيجة الطيبة أن الولد يتعلم وأن الولد يدرك وأن الولد يستطيع أن يأكل بهذه الآداب النبوية التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكون النتيجة كما كانت العمر بن سلم قال فما زالت هذه طعمتي بعد لما نرب الأولاد ونوجه الأولاد بهذه الأخلاق وبهذه الأداب ستكون النتيجة أن الولد سيحب ما قاله له الوالد وأن الولد سيحب ما قالته له أمه وسيلتزم بقولها ولا يعاندها ولا يتجر من قولها بل سيلتزم بذلك وتكون هذه عادته كما كانت عادة عمر بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه الأمر الثاني أن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان حريصا وكان مهتما بشأن الأطفال في كل أمورهم وفي شتى شؤونهم فها هو مع طفل صغير يا أبا نمير ماذا فعلا نغير فاهتم بولدك بكل أموره وبكل شؤونه ثم وجه النصيحة للولد في الأمر الذي تجد فيه قللا بهذه المنهجية وبتلك الطريقة ولا مانع أن تضيف مع هذه النصائح بعض النصائح الأخرى كأن تطلب من الولد أن يغسل يديه قبل الطعام يا ولدي إذا أردت أن تأكل فاغسل يدك بالماء وبعد الأكل يا ولدي يجب عليك أن تغسل يدك بالماء وأن تذكره بأن هذا الطعام نعمة من نعم الله عليه حينئذ سيتربى الولد أن هذا الطعام الذي يوضع أمامه نعمة من نعم الله عليه سيتربى الولد لما يعلمه الوالد أن هذا الطعام يحرم عليك أن تسيئ إليه هذا الطعام يحرم عليك أن تعيبه وأن تعلم الولدك هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه حينئذ نكون قد أصلحنا سلوك الطفل وحينئذ يكون الطفل قد تربى على هذا السلوك الطيب وسيظل على هذا السلوك من صغره إلى كبره لا ينفك عن هذا السلوك كما فعل عمر بن سلمة لما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم معه التوجيه فحري بنا نحن الأباء وحري بالأمهات أن تتعلم كيف توجه النصيحة للطفل وأن تبحث عن السبيل الأقوى لأن يلتزم الطفل بهذه النصيحة حتى تكون النتيجة وحتى تكون الثمرة طيبة ونسأل الله أن يبارك في أولادنا وأن يعيننا على تربيتهم أحسن تربية اللهم أمين هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم